وحدة السبعة انتو كانت ريسايد في الريغ درس الأول والثاني انظر استمع وكرر هل يوجد نهر؟ لا لا يوجد كلمات فلاور زهرة فلاور بارك منتزه بارك غرس عجب غرس تري شغرة تري ريفر نهر ريفر بلونت نبات بلونت رينبو كوسكزح رينبو بانج مقعد بانج جميل جميل كنتري سايد الريف كنتري سايد ريدن لك ريد وراء هانا هانا بتقول جدتها اين انت يا جدتي جدا ردت عليها انا في المنتزه انه جميل there is a rainbow in the sky يوجد كوسكزح في السماء هانا هل يوجد مقعد في المنتزه؟ yes there is I am on the bench now لا نعم يوجد مقعد وانا على المقعد الان هاني is there a river هل يوجد نهر؟ no there isn't لا لا يوجد اكتفى انشطة listen and write the missing letters استمع واكتب الحروف النقصة flower نقص فل can'try side نقص سي او rainbow نقص اي ان pinch نقص سي اتش grass نقص اي اس river نقص ار اي read and match اقرأ ووصل number one park هديقة او منتزه beautiful جميل tree شجرة plant نبات flower زهرة read and circle اقرأ وضع دائرة number one river نهر grass حشاش rainbow قوس قزح pinch مقعد look and write هنكتب flower country side rainbow bench grass and river listening and speaking استمع وتحدث language لغة expressing prints pressing of items عند التعبير عن وجود شيء مفرد نستخدم there is والجمع زير r ودي هيكون لها فيديو مخصص لوحدها لان دي بتكون grammar grammar بتاع الوحدة فان شاء الله هيكون لفيديو مخصص اكتفايتس انشطة look read and take true انظر اقرأ وضع علامة صح عندي صورة نبات فبقول there is a plant بعمل صحة عند اول جملة كوس قزح there is a rainbow بعمل صحة عند تاني جملة there is a pinch ده يوجد مقعد بعمل صحة عند تاني جملة there is a park دي منتزه فبعمل صحة عند اول جملة look read and order ده انظر اقرأ ثم رتب عندي is a there flower بنبدأ بالكلمة اللي تحتها خط بقول يوجد زهرة there is a flower وبنحط full stop في الاخر لاننقطة pinch there is از في الاول بتبقى سؤال هل يوجد بمعنى هل يوجد بقول is there append بنحط علامة استفهان read circle and write اقرأ وضع دائرة واكتب بنحط دائرة وبنحط الكلمة اللي حطنا عليها دائرة في النقطة number one عندي هنا حشائش is grass طبعا is مفرد فبتاخد معاها there there is grass number two there عندي هنا rainbow دي مفرد بتاخد is there is a rainbow هنا عندي دا سؤال فانا هختار is there من there is سؤال في علامة استفهام question mark فبقول is there a tree number four is there a plant هل يوجد نبات لقدي صورة النيل فبنقول no there isn't باختار isn't look read and write انظر اقرأ واكتب is there a flower هل يوجد وردة yes there is وده grammar برضو هنشرح ازاي حلناها is there a pinch in the park هل يوجد مقعد في الحديقة او المنتزه no there isn't read and choose the correct word هنختار الكلمة الصحيحة there هنختار is is or are a boy a boy يعني ولد مفرد ياخد is there is a boy in the park يوجد ولد في المنتزه is there a pea on the flower yes there طبعا السؤال بدء ب is يبقى الإجابة لازم تكون فيها is yes there is lesson 3 connect with science هنا الاتصال بالعلوم look, listen and repeat انظر, استمع وكرر vocabulary كلمات water ماء water steam بخار steam ice ثلغ ice hot ساخن hot cold بارد cold انتقول شوه في الأوكد cold solid 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 liquid سائل liquid gas غاز gas the three states of water دي مراحل المياه أو أنواع المياه بنشوف listen and trace استمع ويعني هنخطط على الكلمة اللي هي المنقطة دي تتبع النقاط water is a liquid الماء يكون سائل number two very hot water is steam الماء الساخن جدا يكون بخار steam is agaz والبخار بيكون غاز number three very cold water is ice الماء البارد الماء البارد جدا يكون سلج ice is solid والسلج يكون سلب ودي بتكون أنواع المياه أو المراحل بتاعت المياه ما ماء سائل أو ماء ساخن جدا أو ماء بارد جدا اكتفا اكتفايتز تدريبات أنا تحول لبخار فأقول gas look read and take true بنحط علامة صحة عند الإجابة الصحيحة هنا عندي سائل فبقول number one دي liquid بعمل صحة عند liquid number two ده تلج فبختار ice look uncramble and try uncramble and try بنرتب الكلمة وبنكتبها أول واحدة هتطلع gas اللي هو بخار تاني واحدة دي ماء ووتر ثالث واحدة solid اللي هي solve connect with art الاتصال بالفنون أو الرسم vocabulary كلمات picture صورة picture boat قارب boat sea بحر sea waves أمواج waves high عالي أو مرتفع high low منخفض low يتحرك move تحرك move غروب الشمس sunset sun set activate read and choose the correct answer اقرأ واختار الإجابة الصحيحة number one there is a صورة اللي عندي دي صورة بحر فبقول sea بختار sea I can't see أنا شايفة إيه في البحر شايفة boats مراكب the sea is لون البحر إيه بختار blue number two it's the ده غروب الشمس بقول sunset the sky is في غروب الشمس السماء بتبقى ميلة للون البنك فبختار بينك وردي and blue the waves are high والرياح بتكون عالية شايفة في خطوط كده فبقول الرياح بتكون علي read and match اقرأ ووصل number one waves يعني الرياح number two sky سماء number three sun شمس number four boot قارب number five sea بحر read and circle نعمل دايرة number one catcher يعني صورة high number two high يعني مرتفع number three low منخفض وعملي سهم على الارض وافتح number four sunset غروب الشمس اخر صورة وبكده يبقى خلصنا الدرس الاول والثاني والثالث التدريبات بتاعتهم ان شاء الله نكمل في مرة اقادمة بازن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته